قلنا الأصدقاء أو المعارف غذاء، دواء، سم نعم اللي مخلطتي ليه ما بتكسبنيش إلا الأخلاق الرديئة وقسوة القلب والكلام على الناس والطباعة الغير مقبولة يبقى ده أنا ما فيش أي عائد بيعود علي منه إلا الشر فده مخلطته كالسم اجتنبه وابعد عنه وقوم إن الناس من مخلطتهم كالدواء أنا الدواء إنتي لما الدكتور بيكتب لحد دواء بياخد جرعة معينة لو زاد عن الجرعة دي ينضر أو يبقى سمية فاللي علاقتك به لا تكسبك إلا مصلحة بقدر معين أنا طبعا مش قصدي هنا مصلحة إن انت خلي علاقتك بالنفس معدارها على المصلحة يعني مصلحة يعني شيء إن يصلحك يصلح عليك بالله يهدي بالك في معنى من المعاني لازم اختلط بيه فخلي مخلطتك ليه في حدود القدر بتاع الجرعة ما تزودش عشان ما تتعافش كالزملاء في العمل مثلا اللي خارج نطاق الصداقة مثلا الزملاء في العمل خارج نطاق الصداقة اللي مخلطتي ليهم ما هيش ضارة ضارة تاما ولكن لابد إن أنا أخلتهم مخالطة ينصالح بها الحال والزيادة عنها يضر نعم وفيه زملاء في العمل من أحسب ما يكون دخلوا في دخلة الأصدقاء وفيه دخلوا في دخلة الأخوات كمان بالضبط نعم الصنف التالت ده بقى كالغذاء ده يخدي منه وما تشبعيش ده ما تعوديش معاه ما تشوفهوش ما تسمعيهوش إيه لما تتعلمي حاجة جديدة تكتسبي حاجة جديدة يبقى مؤازر ليكي يتطب عليكي يدعمك يقويكي تعتمدي عليه ده الصنف ده الإنسان لا يجبع من مجالسته نعم ف دولة تلات أنواع تلات أنواع وإحنا علينا نفلتر بقى يا مولانا هو ده الفلتر يعرض بموضوعية كده اللي حواليك على الفلتر ده وشوف إنت عاوز إيه من اللي حواليك وعاوز إيه من نفسك من لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة من دونكم علامة هو علامة من العلامات بتاعة الناس اللي تبعد عنها يعني إيه لا يألونكم لا يألونكم خبال يعني لا يتدخروا وسعا والخبال هو الإفساد لا يتدخروا وسعا في إفسادكم الصاحب ما بتأخروش في الإفساد ما بتأخروش والله يفتح عليك ما بيأصرش الصاحب اللي بيأخذ صاحبه لا يألونكم خبالة الصاحب اللي بيأخذ صاحبه ويحضوا على شرب المخدرات أو على مشاهدة المواقع الإباحية ويقولوا ويشجعوا على كده أو ده ما تجرب مرة أنت تخسر حاجة أو ده من الصنف السمي ده ما بيتدخره ده بيشجعوا على الفساد أو لا يتدخر وسعا في سبيل إفساد من حوله لأنه مش عاوز يبقى هو الوحده الفاسد ما يبقى معاه شركاء لا يقلونكم خبارا ودوا ما عانيتم الود هو الحب الشديد والعنة هو المشقة يعني ما فيش حاجة ممكن تضركم إلا يوصلوها لكم بيكلم على المنافقين بس الصفات دي ممكن تقول في أي حد حواليك ودوا ما عانيتم قد بدت البغضاء من أفواههم إذا أنا بقول لحضرتك عليه إن مش دايما كل شيء يستطيع الإنسان أن يخفيه كل الوقت لأن الألسنة مغارف القلوب مش قادر يخفي حقده وحسده تطلع كلمة منه يمين شمال يظهر من فلاتات الألسنة ما تخفيه الصدور قد بدت البغضاء من أفواههم وعدا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش قد بدت البغضاء من ألسنتهم ده قال من أفواههم دليل على إنهم لكلكين كثيروا الكلام فكأن الفم ممتلئ بهذا الكلام البطال اللي بيأخوضوا فيه وبيأخوضوا به فيه ما يؤذي الناس من الغيبة والنميمة ونقل الكلام والإفساد والتوقيع وكذا وما تخفي صدورهم أكبر ده اللي بيظهر ده بس بعض المخفي لأن زي ما قلنا مغارف القلوب مدام بتغرف يبقى بتغرف من شيء كبير فالقلوبهم نحوكم شيء أشد نعم قد بينا لكم الآيات خلاص إحنا أرشدناكم وبيننا لكم وكل واحد عارف مصلحته وعارف ما يصلحه ومسؤول عن نفسه أنا بقول إن إحنا نكتفي من الناس بالظواهر ولا نسيء الظن بالناس ونتغافل عن أخطاء الناس ولكن في نفس الوقت لا ندخل في دائرتنا الضيقة إحنا عندنا مجموعة دوائر طبعا لا ندخل في دائرة البطانة إلا من نخلتهم المواقف والدي الله يديه الصحة كان دايما يقول لي يا ابني الصاحب موقف الكلام دا كنت أسمعه منه وأنا صغير وأنا في دائي وأنا في عدادي وأنا في سنوي مجبرة تفهمت معنى قيمة هذه الكلمات الصحب موقف الموقف هو الذي يكشف معادن الناس أنا دايما كان بابايا يعني يقول لي برضو ربنا يديه الصحة يا رب ويدي أبقنا كلهم الصحة كان دايما يقول لي الصديق بيبن من العشرة أيو لأن العشرة فيها كثرة مواقف أحد بين ما ينفعش واحدة شفتها أول مبارح تقولي دي أنتمت دي صحبت دي حبيبة قلبي مشي أنت بتحبيها وكل حاجة لكن ما ينفعش الدخليها في دايرتك القريبة قوي لأن لسه ما بنش شوفي حضرتك